السلام عليكم. اليوم ان شاء الله حلقتنا حلقة جديدة. هنوريكم طريقة زراعة البصل الاخضر من الدرانيت. وان شاء الله هنتابع كل الخطوات بالتفصيل. فاتمنى قبل ما نبدأ حلقتنا اتمنى تعمل اشتراك للقناة ولايك للفيديو. وتشاهد معانا الخطوات. طبعا مسما تلاحظ امامكم هذا المكان اللي ان شاء الله هنزرع فيه البصل الاخضر مسما تلاحظ امامكم. طبعا بالنسبة لموعد زراعة البصل الاخضر تبدأ زراعته من شهر اكتوبر لغاية شهر مارس فينا نزرع البصل. طبعا لما نختار البصل لازم تكون يعني الدرانيت هذي مسما تلاحظ امامكم او حبات البصل تكون من البتاء مسما تلاحظ امامكم. فطبعا اول خطوة هناخد طبعا المكان هذا مثلا وتم عمل حفر مسافة يعني في عمق سبعة سنتي مسما تلاحظ امامكم. وتم وضع البصل بهذه الطريقة مسما تلاحظ امامكم. وهنبعد مسافة تحماس تاشم سنتي. مسما تلاحظ امامكم بهذه الطريقة. ويتم وضع الدران مسما تلاحظه. والخطوة الثانية يتم تغطيتهم بتبقاء من التربة مسما تلاحظ امامكم. والخطوة الثالثة والاخيرة هي انو احنا لازم نروي الدرانيات. وبعد تقريبا عشرة او خمستاش يعني يعني يوم عفوا هيتم الامبات وحنتحصل على يعني شتراء او النبتة مثل هذي مسما تلاحظ امامكم. وبعدها هيصبح مسما تلاحظ امامكم هذي طبعا زرعانيها ومسما تلاحظ امامكم ما شاء الله انو مو جيد. لو لاحظنا امامكم. وان شاء الله حنتابع كل المعاملات من البداية حتى ان شاء الله الحصاد. وان شاء الله حنكمل نزرع يعني بقية الدرانيات اخرى. وان شاء الله هنتابع المحصول من البداية لغاية ان شاء الله الحصاد. فاتمنى تكونوا استفدتم من الحلقة هذي. اتمنى تعجبكم. فطبعا لا تنسى الاشتراك في القناة. ولايك لو عجبكم الفيديو. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله الله تعالى وبركاته.